اشتركوا في القناة يا هنة كيفك؟ الحمد لله ايه سيدي الانسة البيبة اللي حكيت لك عمي شرفنا يا انسة كتب خيرك يا بيك بيك دفعة واحدة؟ تصدروا تصدروا اي شو فكر حالك ما بتستهل يعني؟ طمني ان شاء الله لقيت لها وظيفة يا سيدي بدنا نلاقي لها وظيفة من تحت تقاطية الارض اذا مو كرمالك فكر مال خطيبة ليش حضرتك بتحرف مفيد؟ مو ضروري اعرفه اللي حكالي يا ابو حميد بكفي مرحبا مرحبا اهلانا خلفي مين هاد الشخاص؟ بزل ايدك الله ستر اللي ما شافك ليشو في؟ اياك تمد اصبعتك باتجاهه مرة تاني ليه؟ تعرف لو شافوك مادد ايدك باتجاهه شو كانوا عملو؟ كانوا قطعولك ايدك انا اللي بده يطع ايدي للسماخلي ولا نسيت من انا؟ لا ما نسيت ما نسيت بس لازم تعرف انه اللي كنت عما تقشر باتجاهه اشرس مجرم كلها السجن تاجر حشيش وبلطجي على اخر طراز والقاتل عنده مثل شربة المي لها الدرجة وحش واكتر واكتر يا اخ مفيد الانسان لما بصير وحش بيسبق الوحش بالفضاعة وهدول وحوش بس بجلود بشر مفهوم مفهوم نعم نعم راح بعطلك ياه ما بدي وصيك هاي خطيبة اخي وحياتك طيب طيب شكرا مع السلامة مبروك الشغل تأمن والدوام اعتباره من بكرة مروا لعند مدير شؤون العاملين هو بانتظاركم شبك يا نيسي فيشي كأنك مالك مبسوطة لا بالعكس مبسوطة كتير بس عندي مشكلة صغيرة شو المشكلة ما توقعت يتأمن الشغل بها السرعة بفهم منك انك مافيك يتيجي بكرة عالشغل؟ كنت نام يروح على حلب الأول شوف موفيد وارجع طيب قالوا عاطيني مدير شؤون العاملين مرحبا يا أبو بيهاز الله خليك فيه الأنسة اللي حكيتلك عنها مضطرة تسافر كم يوم يا ترى فيه مكانين نحتفظ بالشاغر لبين ما ترجع ها طيب طيب شكراً بصراحة حزنة كبيرة اللي لقينا هالشاغر وحرام نضيعه انت بتعرف الوضع فشو لازم نعمل؟ بصراحة الاحتفاظ بالشاغر موارد على الإطلاق إذا بتكون رأيي لازم القانسة اللبيبة تستلم الشغل بعدين أنا بدبر لي إجازة وبرتب لي كل الأموره وأنا من هذا الرأي متل ما بتشوفه طيب روحوا لعد مدير شؤون العاملين قبل ما يروحوا وقبل ما تطلعوا مروا لعندي ماشي كتر خيرك يا أسترطان ولو هذا أمن الواجب يا أنا سنبيبة سلامات الله معك على السلامة يلا يا شباب على الغداء كلها يجيب صحلو لا يا شخص محمد! لك شوان؟ عم يحطوا لنا فيران بالأكل؟ موسيقى الكلاب الكلاب عب يسروا اللحم يحطوا لنا فيران بالأكل هاي جريمة بابين سكت عنا يا شباب شو بدل عمي هلا؟ وحياتك رح نعمل كتير أول شي رح نعمل أضراب عن الطعام حتى يشرف مدير السيجن لهون ويشوف الفرق بعينه تاني شي رح نكتب عريضة ونرفعها لمدير السيجن وإذا ما استجاب سأت لكل حادث حديث أستاذ فادي انت خطك خلو برأيي انك انت تكتب العريضة وأنا ساعدك بالصياغة بس يا شباب ما في إلا هالورقتين البيضة فالأفضل نعمل مسودي ونعمل رأيي دوبلا لك تفضل السيّد مدير السجن حلب مدير السجن حلب تحيّة وأبحت بلا تحيّة بلا بطيخ جنّة من التأكله هو هو اللي بده حيّة أرجوه كتب السيّد مدير السجن حلب حاف بلا السيّد ف Absolutely إلا دير السجن حلب حاف تفضل في يوم الأربعاء الواقع في 26.04.1944 عثرنا في حلة الفاصولياء التي قدمت لنا كوجبة غداء على فقران مطبوخة 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 كيرام سيدي شو هالدومك هاي؟ سيدي هابل الجماعة العوش التالي لقوا فارة بالفاصولية فارة؟ ايه وشو بالدوم؟ اللي عرفته سيدي انه كاتبين عريضة لسيادتك عريضة؟ نعم سيدي عريضة طيب روح جيب ليها العريضة لاشوف وقف ليها الدربكة حاضر سيدي شو هاد؟ شو هالدربك هاي؟ صار هاتونا ما رح نوقف قبل ما تلبي الإدارة مطاليبنا مطاليبكن؟ وشو هي مطاليبكن؟ ما هي مطاليبكن؟ شوف الكلاب شوف شوف الكلاب شوف عبيطانوا بإجراء تحقيق حول الحادثة معاقبة المتعهد والطبخين موسيقى موسيقى بدي أعرف مين وراه العريضة هي اليوم قبل بكرة مكهوم أراسي لي انتباه انتباه على جميع السجناء التواجد في الساحة وابقى النظام المستبع على جميع السجناء التواجد في الساحة وابقى النظام المستبع على جميع السجناء التواجد في الساحة وابقى النظام المستبع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اب دي جالير طيبي لا افتح الباب هاضر سيدي الوحف لا حدا يأوز لا حدا يأوز قال له يقفل باب ويرمي المفتاح لجووره أفعل باب ورم المفتاح حاضر سيدي حاضر اشترك تحضير اشتركوا في القرآة اشتركوا في القرآة اشتركوا في القناة 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 اش اسمك يلا حجي يلا يلا حجي يلا اش اسمك اشتركوا في القناة 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 فضة سلامة فضة سلامة فضة سلامة يلا 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 اسمك حجي اش اسمي؟ ذكية فياضة يلا البسلي هالأميس وهندسلي حالك شوي الجوز تجي حبيبة القلب اليوم لا توخزنا من عزبك ولا ونحن أخوي لك مفيد الله يقدمني على مكافاتك اللي بيطلع اسمه بيقول نعم عبد الجليل الطيبي نعم مفيد المغضوب الملقب بالوحش رد شبا مفيد الوحش نعم فاروق حريب نعم جعفر علي حاضر فادي خليل حاضر هادون اللي طلت اساميهم يستعدوا رح يتسيروا بعد ربع ساعة بوين وحيات الشبابة مع ريكة المغضوبين السيارة اليوم اللي بيسمع يفلق في ميتان يسمع شو بنا نعمل؟ حمدان الجوب كان نازل نتوقع عشي إبراهيم هدلة بس شوق اللي سنتوقعنا أنا برأيي نعمل أضراب حتى نلغي القرار يا شباب أضراب ما هو لاب لازم يكون في قضية وقضية ما هرزة حتى يصير الأضراب له معنا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الله يخليك الله يخليك إذا بتعرف لوين أخدوا تقلي بس توعديني أنك ما تقولي لحدا أنك عرفت مني اللي هو بتراب المرحومة أمي أخدوهن على قلعة أرواد شكرا للمترجم للقناة أنت لازم تزلغطي مو تبكي وليش لازم تزلغط ما سمحتي شو قال الشرطي ضاربين مدير السجن ورافقينه في الأقله لقائد الشرطة وانت مبسوط لهذا الشي طبعا مبسوط معنى هالشي انه السجن ما خلا مفيدين حريف بالعكس خلا وعيه يزيد يوم عن يوم والشي المهم الشي المهم شو لازم نعمل هلأ هلأ كل واحد منا بيروح على بيته وبعد فترة بدبرلك مأزونية وبرروح بنزور مفيد بأرواد منيها اللي شفتها على القليلة اتطمنت عليها وتأكدت ان مونة سيئنتك متل ما كنت مفكر تعرف لك موفيد هالبنت عصيلي انا متأكد انه راح اتدور علينا وتعرف لو اينا اخدينا وتشي تزورك صحيح اللي بياكل عصي مو متل اللي بيعده بس اللي بيشوفه مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته خد اخوك جعفر مسلا صلوا سني وشهرين ما حد ازاره مع العلم انه متجوز وعنده اربع اولاد يا اخ مفيد السجين السياسي لازم يكون باله طويل كتير السجين سياسي اللي انا صرت سجين سياسي ايش هو المسخرة اي ايه سجين سياسي لو ما كنت سجين سياسي ليش حطوك معنى لك يا استاذ عبدالجليد انا اللي طول عمري حمار بالسياسي تساويني فجأة هيك سجين سياسي يا لطيف شو عملت فيه الصدف كل ما درت دفت شخطولتي باتجاه بيجي الموج وبياخدها باتجاه تالي كأنه شخطولتي والبحر متأمرين علي بالعكس محمد ربك انه شخطورتك عبتمشي بالاتجاه الصحيح يوم الأربعاء الواقع 26-4-1944 عثرنا في حلة الفاصولياء التي قدمت لنا لوجبة هداء على فقران مضمو لذا نعمل بفتح محكين ومعاقبة المسببين لهذا نعمل منكم فتح محكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما قالتلك انهم جايبين على جزيرة أرواة؟ هون بينتهم الكفار والضالين اللي متلكون بشارت؟ هون معك الي أحرار والثوار هزهزوها شباب! هزهزوها! هاي مرجلتك؟ عبتة مرجل والكلف شعت بأيديين هزهزوها شباب! هزهزوها! ولك! ولك شو عمت عاملة مجانين؟ رح تلم يفنوكا! شوف! قصماً عصماً يابتم ضبو! يا أما وخلي السمك يتعشاكم اليوم ها! وعليلي وهلا أعدائي! هزهزوها شباب! ولك! خلاص! 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 وقالي هون انك سلمت لبضاعة ليش صار شي شوف اذا صار شي لازم تعلم الادارة ايه ما اني فاضل يا تحقيقات كل ما عدته خلصني حماتي عم تستناني بالبيت هلا بتكون عاملة الدنيا دبس بطحين لا جد اذا صار شي الله اكبر ولكن من ايه ما صير زنخ خلصني يطجلي حافرك هون بدي امشي روح ان شاء الله تكون حماتك محضرتلك السرج حتى تاخده على ضعرك مشوار سلام سلام اهلا وسهلا شرفت سلام سلام اسداز ماير هون يا هلت العنوار أهلاً أهلاً عبدالجليل, أهلاً 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 الأنوار والله يا هلاً, يا هلاً هم من game onた يا هلا طمني عليك سيد ماهر يا هلا يا هلا باينتوا من الأتائل ليش أنت ما بتعرف الإستاذ ماهر نعم دي عارفو يا سيدي هذا محامي مشهور مشهور كتير وفرنسا بتحسب له ألف حساب شو هالحاكي محامي وبالحبز أنا بعرف طول عمري المحاميين هن اللي بدافوا على المحابيس وما حدا بقدر يحبسوا لا يا سيدي حتى المحاميين بنحبسوا والدليل قدامك يا أخ مفيد فضل شرف له السلام عليكم يا هلا يا هلا الأخ عبد الجليل حكالي عنك كل شي كل شي ايه نعم كل شي من قطع دنب الجحش بالخراب لحتى الفلقى اللي عملتوها لقائد شرطي السجن حلب أنا ما دخلني الأستاذ ماهر معجب شجعتك كتير وحابب يعرف منك كل شي مفيد ايه على رأسي حاكموك سنتين لك هذا اللي صار ما عليش الحبس لرجال وللنسوان كمان انت من يوم اللي ترملت صرت من أنصار المرأة على الحق وع الباطل لذلك لازم زوجك مرة تانية حتى تفيق وتعرف إن الله حق هلأ وحياتكم يا جماعة الموضوع عليك كيف يعني؟ أنا بعرف إنه في نسوان محبوسين مثلنا تمام شو الحكي؟ إذا الرجال ما عم تتحمل الحبس كيف النسوان؟ صدقني يا أخ مفيد إنه في نسوان محبوسين لنفس السبب اللي نحنا محبوسين من شانه شو الحكي؟ متل ما عم قل لك؟ في نسوان محبوسين بتهمة العصيان الأوامر ومقاومة جور فرانسا شو رأيك؟ والله إذا هذا السبب أنعم وكرم هدول النسوان أخوات رجال قيمونا من سيرة النسوان وسمعونا شو عندكم أخبار عبدالجليل حكالي عن شجاعتك فانسريت منك كتير واللي سرني أكتر إنها عم تتعلم بمساعدة الشباب يعني أنا بالقراية بخلص حالي والشباب عم يساعدونا بالحساب والأملة هذا شي كتير كويس وبكرة بنفعك لما بتطلع من الحبس على الأقل أحسن ما تقتل وقتك بشغلات ضارة وغير مفيدة أنا بس أطلع راح تدور على اللقمي من أول وجديد صدقت كلنا لازم تدور على اللقمي اللقمي يا أخ مفيد هي أسباب مشاكل كل البشر ولما بتتوفر اللقمي للجميع بتنحل ثلاثة أرباع مشاكل للناس بس ما حدا عم يموت من الجوع صحيح ما حدا عم يموت من الجوع بس ما حدا عم يشبع اللقمي أصدي من أبناء الشعب الفقير آه لهيك أنتو محبوسين وأنت كمان لهيك محبوس أنا؟ ليش شو عملت؟ شلون شو عملت؟ أنت قاومت الفرنسيين ببنياز؟ أهليم بالشباب فضعوا يسلموا يسلموا يديك يا جماعة اللي عملتوا أنا ورفيئي لا كان مقاومي ولا هم محزنون كل القصة وما فيها كنا سهرانين بمطعم وكانوا جماعة البريفوتة سهرانين واحد رقيب رئيس الدولية تبع البريفوتة تحرش بزوجة واحد من اللي سهرانين أمنا لنحل المشكلة ضربونا أمنا دافعنا عن نفسنا هي هي القصة كلها لا يا أخو فيب المسألة غير هي بغض النظر عن اللي عملتوه أنتوا قمتوا بفعل مقاومة أنتوا لو ضربتوا جماعة من أولاد البلد كانوا حبسوكن يومين ثلاثة وفلاتوكن بس لأنكن اتجرقتوا وضربتوا للبريفوتة حبسوا الواحد منكم بدل يومين سنتين يمكن أنت ما كان خاطر في بالك أنها حتقاوم فرنسا بس اللي عملتو كان مقاومة لفرنسا وهن فهموه هي وعلى هل أساس حبسوك بدل يومين سنتين طيب على فرض أنه هالحكي صحيح هذا شو علاقته بلقمة الناس اللي كنا عم نحكي عنه له علاقة مباشرة سماعي يا أخ مفيد قامت ثورة بفرنسا طد الإقطاعيين والنبلاء كان شعارة حرية مساواة إخاء لأنه كان فيه هناك فق رجوع وتعتير وبعد مدي رجعت الأمور مثل ما كانت تقريبا بس ما عد فيه جوع وبحجة تأمين الرفاه لشعبهم أجوا الفرنساويين واستعمروا بلدنا حتى ينهبوا خيراته آه يعني بفهم من حكي أنه هن شطبوا على الشعارات تبع السورة تبعون لا لسا هن عب يحكوا بالحرية والعدالة والمساواة بس إلهم وبس يعني بدهم الحرية إلهم والعدالة إلهم والمساواة إلهم والمشكلة يا أخ مفيد إنه هدول إلهم هون عنا دناب عب يساعدون على نهب خيرات بلدنا ولهيك ابن الشعب الفقير ما عب يشبع اللقمة الصراحة أنا ما فهمت عليك كل شي قلته بس حاسس إني بلشت أفهم كذا مسألي جداد وصار عندي أسئلة إذا بدي أسألك ياه ما بتخلص من هلأ إلى بكرة الصباح ممتاز السؤال هو أول خطوة نحو طريق المعرفة وأنا تحت أمرك اشتركوا في القناة 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 أحد定 قربوا من الدرجة الأولى أنا آسف خلينا نبشي موسيقى 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 كل يوم نفس المنظر بحر عم يقلبه مواجه وموجه ولا موجه يا لطيف شو دجران لك حاجتك نطوط عالشبابيك ونزال شفلك شي شغلة مفيدة أود حل وظيفة الحساب اللي أعطاك يا لستاذ فادي أحسن لك من أن نطوط عالشبابيك أولاً مالي خلال وتانياً محسوبك طول عمر وحمار بالحساب طول بالك لك مفيد طول بالك ما بقى إلا تفرج لك صحيح اليوم موعد الزيارة وهلأ بتجي الأخبار والخيرات وإلا ما ينوبنا منا نصيب تعرف مفيد أنت شاب شجاع وقوي بس عيبك الوحيد أنك قليل الصبر وما بتحسب لعواقب الأمور والحل جرب شي مرة تكون مفيد لنفسك ولغيرك مثل ما قالك الأستاذ ماهر ما أخبي عنك يا أستاذ عبد الجليل أنا ما فهمت كل اللي قصده أنا فيني أفهم كيف الواحد ممكن ينفع نفسه إذا دار باله على مصلحته بس ما بعرف أبداً كيف ممكن ينفع غيره بكرة بتلاقي ناسي علموك وين بدي لقيهم كل مكان دور عليهم بتلاقيهم وحتى لو ما دورت عليهم بس إذا كنت إنسان شريف وفهيم راح تلاقيهم هني عما يدوروا عليك ليك مفيد في كم شغلة بدي إليك إياههم بتمنى أنك ما تنساهم تذكر إنه الحياة هي أثمن شيء بالوجود وتذكر إنه الحياة بلا كفاح ما لا طعم ولا معنى وتذكر إنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه بالعائل حتى ميزوا عن الحيوان ما بخبي عليك أنا أحياناً بحس حالي حيوان حشاك يا رجل حشاك أنت إنسان وإنسان مناضل كمان شو مناضل؟ أنا مجرد واحد خريج أحبوس وصاحب سوابة والناس كلها بتنفر من أصحاب السوابة شوف مفيد مهما صار ما لازم ترجع للي كنت فيه أنا بتمنى أني ما أرجع لها ديك الأيام بس يا ترى لو تسكرت كلها دروب ببشي شو بقدر ساوي؟ بها الحالة راح أخد حقي بإيدي وما راح أسمح لأبن مره يدسلي على طرف موسيقى 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 انا متأكدة انك لحتلاقي مفيد عيونك هيك بتقول هذا الغطى عملته من حرير القز بيدي بترجاكي تقبلي مني وتحطي بيوم العرس وتعتبري هدية من حماتك هل بدك تاخديني بالهلمة؟ ما بدي يستأذن الحجة على القليلة؟ أوه، انتي خطيب لبيبة اللي كان مقبول؟ نقميت أهلين أمي، هاي خمس ورات على الحساب ولا لعدي هل هلالك حطينا البارود كباريك حطينا البارود كباريك والضوء حطينا البارود كباريك حطينا البارود كباريك حطينا قتل واحد اشتركوا في القناة